فعلا طبعا دي فترة واحدة احنا معانا مدخلة الاستاذ محمد بدويم جاهن من علماء الاسهر اهلا وسهلا يا فندم اهلا بك اهلا بحضرتك اهلا وسهلا اهلا يا سدة الشيخ تفضل تعليقك اي يا فندم على الظاهرة الغريبة الفترة الاخيرة لقتل الاباء والامهات لأولادهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اه في الحقيقة يعني احنا ما نقدرش نسمي دي بعد اذن حضرتك طبعا هي من الظاهرة لا لا طبعا هي من الظاهرة لكن هي هي يعني اه امور فعلا اه اصبحت بطرع الاسف وده اه يعني امر بينكر الدين انكار تام لان مخترب ان الابناء هم مسؤولية مشتركة بين الوالدين حتى ان الله تبارك وتعالى بيّن في محتم كتابه هذه المسؤولية وان الاباء مسؤولون مسؤولية كاملة وتامة عن مراعاة الابناء والبنات قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فلو ان كل الاباء علموا بان الابناء مسؤولية تجاه ابائهم وايضا مسؤولية مشتركة تجاه امهاتهم لقام كل من الوالدين بالدور الذي خول له من قبل هذا الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زودها ومسؤولة عن رعيتها وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لما نيج دكتور نشوف ازاي الدين بتاعنا جعل سعي الاباء والامهات في صحيفة حسنات الزوج وايضا في صحيفة حسنات الزوجة هنشوف الدين الاب عليه مسؤولية كبيرة تجاه الابناء وتجاه البنات النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع بعض اصحابه فرأوا رجلا شابا نصيطا يسعى فقالوا لو كان هذا في سبيل الله يعني لو كان تعي هذا الرجل ونشاطه وقوته في سبيل الله لكان ذلك خيرا فقال صلى الله عليه وسلم لو كان قد خرج يسعى على نفسه يكفها عن المسألة فهو في سبيل الله وإن كان قد خرج يسعى على أبناء صغارا فهو في سبيل الله وإن كان قد خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان قد خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان فلو إن الأب عرف إن الجنيه اللي بيكتبه ده واللي بيحط منه الطعام والنفقة في فم الأولاد والبنات والزوجة بياخد به ثواب وأجر من الله تبارك وتعالى لدفعه ذلك إلى مزيد من توفير الراحة التامة والقيام بأعباء هذه المسؤولية تجاه الأبناء والبنات حتى إن الأب لو فهم ما عليه من هذه المسؤوليات لا أقام نفسه أشكرك سيد الشيخ أشكرك أشكرك على علمك زي محضرتك قلتي إحنا محتاجين توعية دينية أكتر لأن ديننا بيرفض كل هذا بس خلي بالك أن عندنا أباء وأمهات ليجي لين أو ثلاثة محتاجين تأهيل لكيفية التربية السليمة طب حياتك التأهيل ده كان برضو أشار إليه قادة السياسية أنه هنعمل تأهيل ما قبل الزواج كمان طب في الوضع الحالي دلوقتي هل فيه أي دورات تأهيلية من خلال الأعلام الأعلام ده بيدخل